هكذا أصبحت حياة الطفل هديل البالغة من العمر 12 سنة متنقلة كل عام إلى تونس لأجراء عملية على مستوى عموديها الفقاري من أجل فتح براغ البروتيرز لتعديل نمو جسمها بعد معاناتها من عوجاج المفاصل مرضها لم يمنعها من التفوق والتألق في دراستها متحصلة على علامات ممتازة نالت الثناء عليها شو بك رأي تقرأ ورأي مع الأوائل ماذا بي يعاونوني باش نكملها العلاج يعني رحلة العلاج مزالت طويلة والحمد لله بابو كيما زادت وكيما رأي ذكارها يعني الحمد لله نجحت أنا حابك الكلمة ذوي الاحتياجات الخاصة تتنحى نهائيا أنا حابة يقولون ذوي القدرات الخارقة القوية من المستقبل أني حابة نوليس بسيكولوغا طبيبا نفسانيا تكاليف علاجها بتونس كل عام أثقل كاهل العائلة التي قدمت كل ما تملك لشفائها من مراضها موجهة ندائها إلى المحسنين نطلب بالشعب إن شاء الله يكمل المزيان تعوه يعاونهم فسكلا ما نشقدرين باش نكملوا المبلغ هذا الله غادم أنا يا ربي أنا عندي ربع أولاد يا ربي لو وكلتهم وشربتهم ودويتهم وإن شاء الله يا ربي تكون كما نقول لك الكمتة وصلة لكل إنسان منا نبرا نولي نمشي كما أخوتاتي نلعب مع أصحاباتي نحقق أحلام ماما وبابا نحقق أحلامي نحقق باش شعب يتعاونين من المبلغ العملية باش حال كين من شخص عند وقال براحين في الجزائر كاملة بلك ألف راك من كل واحد بلك قد يلمد من الله يعاون أكثر من شخص بشغل أنا أمل هديل في متابعة الدراسة وتحقيق أحلامها يبقى متوقف على مساعدة ذوي القلوب الرحيم لها وإخراجها من محنتها